وبهذه مناسبة لابد لي من وقت أو جملة معترضة قصيرة وهي أن الشائع اليان اليوم على أسنة المحاضرين والمرشدين والواعظين رواية الحديث باللفظ خير القرون قرني هذا اللفظ لا نعرف له أصلا في كتب السنة مع أن هذا الحديث دخل في زمرة الأهديث المتواترة لكثرتها وإنما اللفظ الصحيح الذي جاء في الصحيحين وغيرهما إنما هو بلفظ خير الناس قرني ليس خير قرون قرني إنما هو خير الناس قرني ثم لينونهم إلى آخر الحديث الشائع أن جماعة من السلفيين كانوا هكذا يطبون العلم وطلب العلم اليوم ليس سبيله سهلا كما كان في القرون الأولى لأنهم كانوا يتلقون العلم مباشرة أما نحن اليوم فإذا أردنا أن نستنبط حكما من كتاب الله فلابد لنا أن نعرف هل لهذه الآية علاقة ببعض الأحاديث التي تفصل ما يتعلق بالآية من أن تكون آية عامة فيمكن أن يكون لها مخصص أو مطلقة فيكون لها مقيد ونحو ذلك لابد من دراسة الأحاديث المتعلقة بالآية فإذا وجدنا شيئا من ذلك لابد أن نمشي خطوة أخرى وهي أن نتثبت من صحة هذه الأحاديث ثم أخيرا إذا تثبتنا من صحتها أن نرى موقف العلماء منها هل اتفقوا على دلالتها أم اختلفوا وهكذا فنحتاج إلى ساعات بل ربما إلى أيام كثيرة لكي نعرف الصواب مما اختلف فيه الله فطلبوا العلم اليوم ليس سهلا كما يظن بعضهم لذلك فطلب العلم الذين كانوا معنا الخط شغلوا بماذا شغلوا بالجمعيات الخيرية ما السبب في ذلك هذا سببه سياسي محظم لأنه يراج أولا اكتساب القلوب لأن الأمر كما قيل قديما أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم وطالما استعبد الإنسان إحسانه هذه الجمعيات الخيرية تكسب قلوب الجماهير وما وراء ذلك تواب الله في الآخرة ليت الأمر كان كذلك لا المقصود الاستكثار من الأصوات حينما يأتي وقت الانتقابات هذا هو طريق الذين يعملون في التحذب والتكتل الحزبي ليتوصلوا إلى الحكم بطريق البرلمانات التي ليست من الإسلام في شيء إطلاقا لأن طريق الانتقابات كما تعلمون جميعا يرشه المسلم نفسه كما يرشه الكافر ثم لا فرق في نظام الانتقابات بين المسلم الصالح والطالح بل لا فرق بين المسلم الصالح والكافر فالذي يأخذ أصواتا أكثر فهو الذي ينجح ويصفه نائبا في البرلمانات شغل أفراد من طلاب العلم بمثل هذه الأمور التي تكسب خلوب الناس بتوزيع الأموال من العلم الذي كانوا ماضين فيه فهذا مع الأسف له ولود في كثير من البلاد حينما دخل التكتل الحزب وفرق ليس المسلمين كلهم فهم متفرقون من قبل كما تعلمون من حديث الفرق وإنما التحذب فرق الجماعة الواحدة بسبب أنهم تركوا الاعتصام بالكتاب والسنة وانشغلوا بتنظيمات فرقت جماعة المشلمين وصاروا شيعا خلاف قوله تبارك التعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب لما لديهم فرحون فأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يضل إخواننا الذين عرفوا طريق السير على الكتاب والسنة حتى آخر مقمن حياتهم حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا إن شاء الله تعالى نعم